السلام عليكم اخوتنا المشاهدين كيف ما شفنا اطلس تيفي خرج في واحد الفيديو ويشرح القناة محبوبة ويشرح للزملاء دياله اللي هاجموه وبكثرة كي هاجموه في واحد الفيديوات كي يعيروه ويقولوا لم أصدقتي وبزاف ديال المعيار وبزاف ديال الحضرة خرج هو قال واش انا بالصح كنضحك على المشاهدين واش انا بالصح مع قناة محبوبة باقي معاهم واخرجت كنستحمر الناس واش انا بالزاف دياله درقيل ولكن هو كيشكر بزاف الزروالي من اللي يسمح لي وكيشكر المتابعين ديال الزروالي قالك بفضل الزروالي هاد القناة كبرات وفضله وزادوا عدي المتابعين حيث هو مني خرج وقال انا سمحت لي الناس حتى هما سامحوا لي وانا يا ما خرجت وما ضربتش في قناة محبوبة وانا يا لاش الناس هاجم عليها كاملة انا السيدة اللي عدي معاهم مشكلة لديها بالدعوة راها مبغاش تنازل لي عند الدعوة وهو كيخاطبها ويعيط الناس اللي كيعرفوها وكيقول لها انا غادي ارد لك هديك 5000 درهم ديالك واخا انا ردرت بها الخير هديك 5000 درهم انا را اعطيتها اللي اعطاها لديهم وبقى تمنى شي حاجة النص عطاه لها ديك ميزهرة وميكنزة والنص خسروه في البيار ومع ذلك قال لي هاد السيدة هادي غادي ارد لها خلوس هاد المحسينة هادي غير تصبر عليها انا غادي نجي من خلوس ونصيفتهم لها هاد الشي اللي خرج بيه وكيعتادر مرة اخرى الناس المحسينين اللي اللي ضلمهم واللي قال فيهم الكلام الخيب وكيقول الناس دي والسيدة عدي عائلته وبلاده وكل شي كيقول علاش كتعيروني وعلاش كتقولوا في كلام خيب وانا مدريتكمش انا غير اعتادرت للناس اللي عايرت كتنقول ليهم عابيد كنت عاهدت اسمحو لي وهم يسمحو لي ودخلوا عندي وكبروا لي القاناة ديالي هادوه الناس اللي كنت كان عاير واليوم انا راهو العابد هو ملا ويعتادر ليهم وقال بغيتهم يسمحو لي هذا الشي اللي قال زروالي هذا الشي اللي قال اطلس وقال انا يا واحد الاسان متهور ما كانش عارفاش تنقول ما كانش حاسب الهضر اللي تنقول كنت قولي المحسينين صيف طالفلوس واني تمتع بيهم وانا اصلا ماذا تمتعش بيهم انا اصلا كنديرهم في الاحسان وبالزاف ديال الاغلاد درت ودابة تبت وبغيت الناس يسمحوا ليه وبغيت حتى هذو كل القناوات اللي ما بقيتش معاهم ما بغيش نترف فيهم وما بغيش نتخاصم معا كي يبين لينا هاد الانسان بانه بدا صفحة جديدة وابدا طريق خاوية وقال بغي يدير محتوى دياله بوحده بغي يبعد عن المشاكل احسن حاجة ديال بغي يبعد عن المشاكل ولكن كما شفنا العائلة دياله قالوا علاش نتقدمت الاعتدار بها داك الاعتدار دليتي راسك وصغرتينا وما بقيناش قادرين نهي الزروس نقدم الناس وما بان ليما داك الاعتدار بلا راه خلا داك ما بقاتش عدو القيمة ما بقاتش عدو الكرامة بها داك الاعتدار ما خلا زعماء حتى قيمة ما خلاها هات الشي اللي تنظر ديالهم هما وقال بالنسبة بالنسبة المحبوبة قال انا ما عمرني غنضرب فيهم وما عمرني ضربت فيهم وما عمرني غنخرج ونبقى نقول اللي قلتو اللي قلتو هذك الشي اللي فات مات واخا هما خرجو شي وحدين تسحب القناوات قالوا لي التايا محبوبة دعموك ومحبوبة وقفوك وعطاوك مليون ديال الفلوس وحنا يا ما دعموناش وما عطاونا لفلوس لوالو مراو ما ذلك ما عمرنا غنقلبو عليهم علاش تقلبتي عليهم علاش كنتي في طريق ومشيتي بزاف ديال الحويش او ما كيهاجمو فيه هدو كناسهم ديال سيدي عدي بزاف داروا قناوات كنتمشتو بزاف ديال الدراري كي يحلوا لايفات وكيبقاوا يجاوبوه كيقولوا لي التا صغرتي بينا وتا ما استقتيش وورا قال انا عمرني ما غنضرف قنات محبوبة وما عمرني غنضرفش حد حيث انا تبت وان الله تواب ورحيم وبالصح ربي كي خلد كما تنقولو كي يعفو على اللي بغى وهو يبان لي راسه كان غالط واعتادر وبانونا بزاف ديال الناس اعتادروا وحسنو لا تدار اي واحد ضلم شي واحد وقال شي كلام وهو ما عالم بتا حاجة خرجوا اعتادر ربي راه كي يقافون راحيم ورب تواغى يسمح للجاميع هاد الشي اللي قال وحنا يابصلناه لكم ومع السلامة وفيديو اخر جوش اشتركوا في القناة مشاهدين